دايما بنسمع جمل زي مثلا ده لو اينشتاين كان موجود كان فاته بسط لنا الفيزياء لدرجة ان الفيزياء تبقى سهلة او يا سلام بقى لو الدحيح هو اللي هيشرح لنا الفيزياء يا نهار ابيض هنقفل الفيزياء فليه دايما الفيزياء مهما ذكرناها هنلاقي اسئلة عمرنا ما شفناها إلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف ايه هي المعضلة اللي حيارة الولماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا وسهلا بيكم في قناة العقاري والنهاردة هنرد على اكتر سؤال بنسأل فيه دايما من اي طالب او اي ولي امر هل كلهم مدرسين الفيزياء اللي في مصر دول لعشر تلاف عشرين الف مدرس دول مش عارفين يعملون كده ملخص للفيزياء ناخد الملخص وندخل الامتحان ونقفل ونلاقي الاسئلة اللي احنا عادفينها موجودة في الامتحان هو الفيزياء دي مفيش حد بقى هيقفلها مفيش مدرس كده يعمل لنا الحاجة اللي ما حصلتش قبل كده ونقدر ان احنا هندخل الامتحان عارفين الاسئلة اللي في الامتحان المعلومة رقم واحد بتقول ان السؤال في الفيزياء السؤال الواحد في فكرتين او معلومتين او محورين ايه هما السؤال بيختبرك في انهي معلومة في المنج والسؤال جايلك بانهي طريقة فتعالوا كده ناخد المنج بتاعنا بتاعها مثلا السنوية عامة على سبيل المثال ان دي اهم فترة فيها سنوية عامة طبعا منك السنوية العامة لو افترضنا نقول ارقام في المتوسط عشان ما حدش ايه احسابها يقول لا اصل فرق الدرس لا getting rid of this part احنا هناخد المتوسط احنفترض ان المنج بتاعنا 30 درس او بمعنى اصحها 5 ثلاثين موضوع يعنى مثلا في دراس فيها اربع مواضية وفي دراس فيها موضوعين وفي دراس فيها موضوع وفي درس بقى جزء من موضوع اصلاً فنحنه نتحدث عن المواضيع العامة في المنج عبارة عن 30 موضوع وهناخد في المتوسط ان الدرس فيها 20 معلومة يعني الموضوع الواحد في عشرين وطبعا ده متوسط يعني متوسط يعني فيه درس ممكن تلاقي في عشرة فيه درس ممكن تلاقي فيه تلاتين خمسة وتلاتين أربعين زي الدينامو مثلا الدينامو فيه حوالي أربعين معلومة على الأقل لازم تكون نعرفه فالوقتي لو احنا ضربنا عشرين في التلاتين اطلع لنا ستمائة معلومة فيزياء في المنهج بتاعنا في سنوية عامة فطبعا هتتخض او لو انت لسه اصلا داخل سنوية عامة هتتخض ستمائة معلومة هنذاكرهم اقول لك المشكلة مش في كده كل طلاب السنوية العامة عرفين الستمائة معلومة فيش فها مشكلة خطب وما في ن المشكلة الطرامة انكل الطلاب عرفين الستتمائة معلومة ببساطة هو ان انت لو عندك جياز كم semicuture فيه ستمائة مل makam هل معنى كده ان لو قلت لك هاتلي الملف الفلاني هتروح تجيبه مرة واحدة اكيد لا لو سألتك على معلومة معينة في انهي ملف في الملكيفهات دي هل هتروح تجيبه مرة واحدة اكيد لا مين بقى اللي بيعرف يجيبه؟ اللي بيكون مذاكر الستمائة معلومة ومرتبهم في الماء وصح زي ما نقول الوقت تعالوا نرجع على وراء شوية قلنا ان السؤال بيشمل محورين المحور الاوليني للمعلومات الفيزيائية وعرفنا ان عددهم ستمائة معلومة طيب ايه هو المحور التاني؟ المحور التاني هو طريقة السؤال يعني هل هيسألك يقول لك المعطيات هيوح اقوى في القانون وطلع دي كده اسمها فكرة فكرة التعويض المباشر ودي فكرة سؤال بتينيه في المتحان نسبة 100% والشعب المصري كله بيعرف يحلها الا لو زودنا عليها شوية افكار من اللي جاية الوقت وهي مثلا وحدات القياس ده اي سؤال عندك في المنهج هتلاقي فيه تحويلات وحدات القياس فدي فكرة رقم اتنين فكرة رقم تلاتة هتلاقي فيه علاقات بقانية فكرة رقم اربعة هتلاقي مقارنات نسب ما النتائج المترطبة على بعد كده فكرة ان فيه دروس بتتربط ببعضها لأ وفيه فصول بتتربط ببعضها يعني ممكن يسألك سؤال السؤال ده بيشمل فصل تاني مع فصل تالت فصل اولاني مع فصل التامن الدينية كلها بتقوم مربوطة ببعضها ودي محتاجة طالب مركز شوية اخر بقى حاجة اتلاعه في الالفاظ ودي فكرة يعني ممكن نقول عليها افكار مش فكرة واحدة ان هو يخلمك اكينك في الفصل التاني بس هيتلاقي بيطلب منك حاجة يخليك في الفصل التالت وبرضه مش هيلحظ دي للطالب المركز طيب تعالوا بقى نسأل سؤال ونقول يا ترى يا هل ترى المنهج بتاعنا فيه كم معلومة عشان نقدر نعرفهم ندخل الامتحان نمتحن نقفل ونطلع والموضوع سهل تعالوا نحسب كم معلومة هيكونوا عندنا في المنهج لو قلنا 600 معلومة في منهج الفيزياء و6 طرق للأسئلة على الاقل يعني فاضرب كده 600 في 6 لان انت المعلومة الاولى وارد يجي عليها 6 اشكال التانية 6 اشكال وهكذا ف600 في 6 يطلع لك 3600 معلومة يا ترى اهل ترى كده فكر معي 3600 سؤال المفترض لو انت عايز تعرف الاسئلة اللي هجي لك في المتحان قدامك 3600 سؤال 3600 سؤال هياخد وقت الدقيقة طرى عشان تذاكرهم نستعين دعي نشصي نقول له 3600 سؤال او فكرة لو ضربنا في خمس دقايق بس عشان تعرف هتخلصهم في الدقيقة فندخل كل دول كده في بعض كده ونحسب في الاخر يطلع لنا حوالي 300 ساعة مثلا عشان تخلص في يوم 3600 فكرة ده طبعا في المراجعة يعني انت خدتهم في الشرخة طبعا عشان تعرف الفكرة الواحدة محتاج شرح حروبها ساعة انه احنا بنتكلم ان انت بتراجع منهج محتاج كم ساعة عشان تراجع 300 ساعة عشان تعرف كل الافكار اللي يجي لك في الامتحان 300 ساعة دول يعني انت لو هتذكر كل يوم 3 ساعات بس فيزياء 3 ساعات ومن طبعا كطار كل يوم 3 ساعات ده كتير محتاج 100 يوم يعني تقريبا 3 شهور وشوية فالموضوع محتاج منك وقت مش موجود اصلا لشوية مواد مش مادة واحدة ولكن لو ذاكرت بطريقة صحة فكل اللي انت هتحتاجه هو شهر واحد وساعتين في اليوم طب ازاي بقى المعادلة الصعبة دي تعملت ببساطة شديدة جدا ان لو انت متخير ان انت لازم تذاكر 3600 سؤال عشان تدخل في الامتحان تقدر تقفل فالكلام ده كل ولط انه ده مش هو اللي بيحصل الطالب الشاطر اللي هو بيقدر يقفل بيكون عامل الات ايه هو نوع مذاكر ال600 معلومة ومذاكر ال6 طرق للاسئلة يعرف يتعامل مع كل سؤال ايا كانت المعلومة التي يجي على السؤال ده او ايا يكون الفكرة دي هتيجي على انهي معلومة من المعلومات اللي قدامنا يعني على سبيل المثال احنا قلنا فيه 6 افكار معنا كل فكرة في الامتحان هيجي عليها حوالي 5 اسئلة او 6 اسئلة يعني 6 في 6 في 36 سؤال يعني 36 فكرة وفي بقية الامتحانة تبقى افكار تقليدية ده هو الاغلب في الامتحانة المهم الوقتي انت لو عرفت كل فكرة بتتحل ازاي وذاكرت ال600 معلومة تخيل معي نحتاج كم ساعة ال600 معلومة احنا قلنا نفترض ان المعلومة بس في 5 اسئلة فتلاقي عندك محتاج حوالي 50 ساعة تقريبا انه تخلص فيه ال600 معلومة طيب بصدت طرق حل كل طريقة قولها تاخد فيها ساعة ده احنا احنا اصنا بنعمله كده في كورس المراجعة بعد ما تخلص منع خالص بناخد كل فكرة بنطبع عليها في الفصول كلها في حوالي ساعة ساعة ونص بكتير قوي فنقول عشر ساعات على الستة افكار دول نضيف العشرة على الخمسين اما انت عندك ستين ساعة بس يعني لو انت بتذاكر كل يوم ساعتين تخلص خلال شهر المناج بتاعك بالافكار بتاعته يعني التلات تلاف و ستمية معلومة او السؤال اللي انت لازم يجو لك في الامتحان او ممكن يجو لك في الامتحان تقدر تخلصهم في مدة شهر بس بس طبعا ما تخدش الكلمتين دول وتطلع تجري لان ده لو انت خدت الكلمتين دول و روحت تجري خلاص مش هتقفل الامتحان برضو للاسف لان فيها عامل تاني اكتر فلازم تركز معي الاكتر يعني عزين في الاخر نعرف و نعمل ايه عشان نقفل الامتحانة بسر عشان انت داخلنا اكتر ما احنا كنا ضايقين اصلا هقول لك ببساطة ان احنا الوقتي حالينا قزمة ان انت نفكر ان انت لازم تذاكر ال3600 معلومة بسطناها انك لازم تذاكر ال3600 معلومة بس مع ال6 طرق بتوى الحل وبالتالي بانت كده ضمنت انك تقدر تفكر في ال3600 معلومة دول بس ايه هي بقى العوامل اللي احنا بنتكلم عليها قبل كده فيديوهات كتيرة زي تقفل فيزياء و الكلام ده كله بس هنعيدها تاني على السريع وهي رقم واحد التركيز يعني ايه التركيز؟ المفترض يوم الامتحان او ليلة الامتحان او اسبوع الامتحان او الشهر اللي قبل الامتحانات اكيد مش هتجيب كل معلومة وتبقى عايز تحل عليها عشرمائة الف سؤال عشان تثبت المعلومة لا انت لازم تركز في المعلومة لان المعلومات كتيرة فانت عشان تجيب سؤال على كل معلومة انت محتاج لك تلتمائة ساعة كمان فالمفترض انت بتحط في النهاية شوية معلومات زي بالزبط كده بتحط في النهاية الجدوى للضرب اي مستقدر يضيقت قبلك هتعمل ايه؟ هتستدع المعلومات فبالمثل انت بتحط في الماكس ستمائة معلومة اي سؤال بيجيلك بتستدع المعلومات اللي عندك عشان تقدر تفكر وبالتالي عنصر التركيز اهم حاجة معنا عنصر التركيز في ناس كتير بتركز بس دايما زي ما قولنا قبل كده في الاخطاء بتاعة المراجعة ان في ناس بتسرح مع السؤال خمس دقايق عشر دقايق ان ما هو بتسرح بفتكر بقى ينشتاين كده هو اعمال يتخيل في الشمس ويجيب لنا النور ويا طرى النور ده جايب الحرارة ولا الحرارة هي اللي جايبها النور بس لو الحرارة جات ما النور ما بيجيش ومش عارف بيقعد يفكر في حاجات برا السؤال السؤال ليه طريقة حل معينة لازم لازم تركز في المعلومات اللي في النهاية وبسرعة ده بقى العمل التاني يعني تركيز وسرعة اه طب هيجوا ازاي دول اكيد بالممارسة يعني انت مشاكية النهاردة تقرأ المعلومة وبكرة الصبح تروح تمتحن مش هينفع لازم تذاكر المعلومة بطريقة حل الاسئلة وعد كده بتركز في المذاكرة بتاعتك طبعا ده عامل اساسي من اول للاخر بعد كده بتروح تتدرب انك تحل السؤال اخرج ثلاث دايق في السؤال انما انك تقرأ السؤال في ثلاث دايقاء وعيس تفكر في ثلاث دايقاء وترجع في ثلاث دايقاء تكده عايز ربع ساعة عشان سؤال واحد عندك خمسين سؤال هتحلهم في ثلاث ساعات وبالتالي دايما بنقول ان انت بعد ما نخلص الفترة بتاعت الشهر اللي هي مراجعة المنهج كله وطريقة حل الاسئلة لازم تحل امتحانات شاملة على المنهج علشان تقدر تكون مقيم نفسك ومستواك انك تقدر تحل المتحان في الوقت المحدد ويتبقى لك وقت كمان تراجع فيه عشان انت طالب متفوق وعايز تأفر عشان ما تقولش عليك وصلنا الاخر عنصر اللي تكلمنا عليه دايما قبل كده كتير 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 وهو التوفيق ان انت لازم يكون في معك عنصر التوفيق يعني في نداس دايما طالب تلاقيه زاكر المعلومة ونفس الطالب من زاكر النفس المعلومة والطالب ده واخده من المدرس ده وده واخده من النفس المدرس بس ده تلاقيه بيجاوب صح وده مش بيجاوبها صح بسبب ان ده التوفيق كان معاه وده التوفيق ما كانش معاه هتقول لي لا انا مش مقتنع اقول لك ببساطة شديدة لو انت بتتفرج على الكورة مثلا تتفرج كده على ايه مطش ممكن تلاقيك في النهائي تلاقي فريق كان متنمر الدنيا كل الكور بتاعته في جبالك في العرضة وفي الشارع وفي اي حاجة تعرفش هو بعمل ايه? ايه السبب? ان فيش توفيق. طيب يا ترى هلطلت التوفيق ده بيجي منين? ببساطة كده لأسباب كتيرة بس اهمها انك بنيتك بتبقى ناوي ان انت تكتهد وربنا في الاخر هيعينك دايما لكل المكتاد نصيب. فانت من الوقتي لو اكتهت في الاخر يبقى ليك نسبة من التوفيق اكتر من جيرك. اللي مش بيكتاد وقعد ومستسلم كده الفيزياء صعبة. واصلا كل الناس بتسقط في الفيزياء فانها يكبر دماغي كده كده ضائع. وربنا يفرجها في الاخر وخلاص. ده ما يلاقيش توفيق. انما التاني اللي بيكتاد ويعمل كل اللي عليه ويسمع الكلام والنصائح اللي بتتقلب. فاكيد هلاقي التوفيق في الاخر. الحاجة التانية بالناسبة الفترة اللي احنا فيها احنا طبعا في رمضان وداخلين. واصلا اصلا يعني منحظوك الجميل. الفيزياء بعد الايد على طول. بعد الايد الكبير. يعني انت قبلها عندك يوم عرفة كده في وسط مامعة الفيزياء. انت داخل تسمي الله. فده يوم دعا في مستجاب. طبعا عندك طول شهر ورمضان طبعا الوقتي احنا فيه. يعني تقدر تضيع ربنا كتير وتتقرب لربنا اكتر. فبالتالي ده بيسبب برضو او بيزود اسباب التوفيق في الاخر انك ربنا يعينك ويوفقك في الاخر. فتستغل الفترة اللي احنا فيها وتستغل اليوم عرفة اللي هيكون قبل الامتحانات تدعى ربنا كتير ان هو يوفقك ويوفقني ويوفق كل الناس ويوفقنا جميعا. وبس كده دي كان الموضوع بتاعنا بس احنا نلخصه كده على السريع عشان تبقى مركز معنا في كل كلمة. رقم واحد مفيش حاجة اسمها ان المنهج اهو. هزاكره هادخل علي في الامتحان. في حاجة اسمها انا بدا راجع معلومات المنهج. وبعرف طرق الاسئلة وبحلها ازاي وتعامل معها ازاي. وبعد كده خالص في الاخر بتلاقي نفسك قدرت تتعامل مع اي سؤال شفته او ما شفتهوش قبل كده. يعني فيش حاجة اسمها اصلا انا زاكرته مليتش انا زاكرته. لاي انت المفترض بتذاكر عشان تقدر تفكر في اللي انت ما شفتهوش قبل كده. بس هو ده حل اللوز بتاعنا هو ازاي دايما بنلاقي الاسئلة. على الرجم ان احنا مذاكرين. مش بنلاقيها في الامتحان. بسبب ان انت مش لازم تلاقي السؤال في الامتحان. بسبب ان انت المفترض تفكر وتقدر تفكر وتحل وتجاوب على اي سؤال مهما كان ما شفتهوش قبل كده. بعد ما تخلص مذاكرتك طبعا لازم تحل الامتحانات عشان تتعود على مستوى الامتحان الشامل وعلشان تقدر تلزم نفسك بوقت. وده كله على بعض وكده هو النظام اللي المفترض بترجع فيه. وده النظام اللي احنا عاملينه في كورسات المراجعة دايما بنعملها كل سنة. ان احنا لازم نرجع منهج اول وبعد كده امتحن. وبعد كده بناخد بعض الفيديوهات ازاي تتعامل مع الامتحان نفسه لان الامتحان بيحتاج شوية عوامل عشان تقدر تتعامل معاه من ضغط نفسي ووقت وتركيز وازاي تحل. حل ايه اول ولو قابلك مشكلة تعمل ايه. ولو في سؤال مش عاية فتحله تعمل ايه. التعامل مع جو الامتحان ده لوحده هو اللي بيخليك تقفل. في ناس قبل كده كتير المستوى هيخليها يقفل وما بتقفلش بسبب التوتر وبسبب ان هو مش بيلكز. وسبب ان هو ما كانش بيلزم نفسه بواقع. هيقول انا عايز اقفل الامتحان فيجيب الامتحان ويبقى عايز بقى كل سؤال يديله حقه. وخمس دقيقة عشر دقيقة للسؤال الواحد. تقيه في الاخرى تلاقي نفسك سيب خمس اسئلة. يعني ضيعت تقريبا عشر درجات او خمس درجات ايه ان يكون حسب الدرجات كم. فتلاقي نفسك ضيعت نفسك بسبب ان انت مكتهب بزيادة. بس نقصك بعض الحاجات اللي انت ما كنتش مندرب عليها. بس المفترض انك كلوقتي بقيت مستوى بايه اللي احنا نعمله في كورس المراجعة. طبعا انا مش عارف تفاصيل كورس المراجعة يلاقي التفاصيل بتاعاتها في وصف الفيديو او يشوف الفيديو. اللي احنا كلمنا فيه اللي فات عن تفاصيل كورس المراجعة. ولو اشتركوا في القناة